الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري للعام العاشر إنه آخر ما صدر من قرارات الاتحاد في ظل استمرار عمليات قمع المدنيين في سوريا لائحة العقوبات تضم حالياً 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر الصفر سبعون مؤسسة أخرى جمدت أصولها منها البنك المركزي السوري فيما شهدت القائمة إزالة خمسة أشخاص متوفين وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات وحظر تصدير المعدات التقنية التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان وحظراً لفت ويفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي كما تجمد أصولهم داخل دول الاتحاد بينما أكد الاتحاد الأوروبي صياغة العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير في إيصال المساعدات الإنسانية والأغذية والأدوية والمعدات الطبية جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه نظام الأسد ثاني انتخابات رئاسية منذ اندلاع الثورة بالمناطق التي يسيطر عليها داخل البلاد مستثنياً أكثر من نصف المواطنين الذين حولتهم الحرب إلى نازحين ولاجئين متجاهلاً بذلك قرارات مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي أكد أن ما تدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا لم تتضمن أي من قواعد الديمقراطية ولن تسهم في حل الأزمة بل ستقودها وإجراء الانتخابات يجب أن يكون في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي الفين ومائتين وأربعة وخمسين بحسب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الذي أوضح أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين بما فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات في منافسة حرة ونزيهة واصطبيئة آمنة ومحايدة سبأ سبوع تئرتي عربي